أنا لا أتقاد أي شيء أبداً أبداً لا من حزب الله ولا من غير حزب الله كيف تعيش؟ وأنا أشتغل شغلي عندي شغلي أنا معد يعني مقدم برنامج تلفزيوني من فترة وبالأساس أنا يعني بعالم التلفزيون من أكتر من 20 سنة يعني فشغلي يعني البعض يعتبر أنه حزب الله ميليشيا حزب الله قتل شهده بلبنان بتأيد حزب قاتل؟ شوفي حزب الله ليس ميليشيا حزب الله مقاومة تشكلت بناء على واقع استجد على الداخل اللبناني وهو الاحتلال الإسرائيلي هذا هو بداية تشكيل حزب الله بعد ذلك أعلن رسمياً في عام 1985 16 شباط 85 قتل لم يفجر لم يقتل أحد بالداخل اللبناني بمعنى أنه قتل عامداً متعمداً بقرار استباقي نعم حزب الله بعض الأحيان حدث ما حدث حزب الله قتل رفيق الحريري لا أكيد لا حزب الله لم يقتل رفيق الحريري ولم يقتل أي من الشهداء المحكمة الدولية قالت كلمتها المحكمة الدولية قالت الكلمة التي تريد أن تقولها لكن لم تقول الحقيقة في حين أن اللبنانيين كانوا يرفعون بدن الحقيقة ونريد الحقيقة لكن للأسف الحقيقة دفنة بعد تحقيقات عشر سنين صدر القرار من اللحظة الأولى لإغتيال الرئيس الحريري اتهم الرئيس إميل لحود والضباط الأربعة بعد ذلك توالت سبحة الاتهامات لتطال سوريا والرئيس بشار الأسد ثم بعد ذلك انحرفت لتطال حزب الله وتقول أن حزب الله الذي قتل إذن هذا التدرج في الاتهام كان واضح أن المفروض أن جريمة حدثت المفروض أن نفتش أو نبحث عن متهم فكان الأفضل بالنسبة إلى الأوركسترا التي تقود هذه الجبهة إذا صح التعبير أن يتهم حزب الله لغايات لها علاقة بالداخل اللبناني وبالخارج حزب الله لم يكن على علم من قتل رفيق الحريري؟ شوفي إذا بنت بني رواية معينة فتطلع الرواية ضعيفة ما إلى أي هدى الذي قتل رفيق الحريري الذي أراد أن يتحول لبنان إلى هذا الأتون المتفجر من له مصلحة بذلك؟ بالتأكيد الإسرائيلي والأمريكي بالتأكيد من ليس لديه مصلحة بهذا الأمر أكيد السوري على رأس هؤلاء يعني أولا نبرق السوري وهذا واضح لا السوري بريء أصلا معي من المجازر ولا مأتم لا معمول السوري بريء من كل ما جرى في لبنان أنا معمول السوري ليس له علاقة بإغتيال الرئيس الحريري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر